تعد نقابة الصحفيين اليمنيين من أول الكيانات النقابية التي تم توحيدها بعد إعلان الوحدة اليمنية عام تسعين من القرن الماضي علاوة على كونها من أول الكيانات التي ناقشت موضوع الوحدة قبل إعلانها بشكل رسمي وساهمت في تسهيل حركة سفر منتسبيها للعمل أو الدراسة بين الشطرين اليوم وبرعاية مباشرة من عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي انطلقت فعاليات المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في العاصمة المؤقتة عدن الأمر الذي يثير التساؤل حول هل تكون نقابة الصحفيين اليمنيين أول كيان يكمل مهمة الانفصال بشكل رسمي؟ يقام المؤتمر على مدار يومين بحضور صحفيين وإعلاميين من مختلف المحافظات الجنوبية وبحسب القائمين عليه فقد شارك في الجلسة الافتتاحية وفود أجنبية إلى جانب 800 صحفي وإعلامي يمثلون وسائل إعلام مختلفة بحسب اللجنة يهدف المؤتمر إلى تشكيل كيان نقابي يدافع عن حقوق الصحفيين الجنوبيين والقواعد المهنية بعد سنوات من التهميش والإقصاء بحسب تصريح أدلى به عبدالله الحو رئيس اللجنة التحضيرية بحسب القائمين على المؤتمر فإن جلساته تستمر يومين تناقش تكوين استراتيجية جديدة للعمل المهني والإبداعي والتصدي لكل أشكال العداء ضد جنوب اليمن والتحالف العربي وخلق التوازن والاستقرار الإعلامي على الساحة الوطنية فضلا عن تأسيس نقابة تلبي طموحات منتسبيها عيدروس الزبيدي وجه كلمة للمؤتمر قال فيها إن الصحفيين الجنوبيين يستعيدون كيانهم بعد ثلاثة عقود من مصادرته في إشارة إلى أول مؤتمر توحيدي لنقابة الصحفيين عقد بعد إعلان الوحدة اليمنية عام تسعين من القرن الماضي وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر